الحلقة دي هتكون بدون أي حرق في أحداث فيلم أند جيم بعكس الحلقة اللي عملتها لتلخيص أحداث عالم مارفل السينمائي قبل مشاهدة أند جيم واللي ممكن تشوفوها من اللينك اللي في الديسكريبشن وبعد ما شفت الفيلم أقدر أقول إن الحمد لله الحلقة دي كانت موفقة وفعلا تعتبر ملخص جيد لللي حابب يراجع أو اللي فاته فيلم أو فيلمين أو ما شافش أي حاجة خالص مع ثلاث تصحيحات أولا أفنجرز أند جيم مش آخر فيلم في المرحلة الثالثة في الأم سي يو آخر فيلم هيبقى سبايدر مان فار فروم هوم ثانيا مفيش مشاهد بعد تتر النهاية في أفنجرز أند جيم ولكن في حاجة ضريفة في آخر التتر خالص أعتقد إنها تستحق الانتظار ولكنها مش فرقة خالص في الأحداث ثالثا بقى هوكاي برينس البرانيس وعم المنطقة وسبع الفيافي ولا عشوة لكان اللي يفكر يقل منه من هنا ورايح طبعا باعتبار إن اللي فات مات يعني حبيبي يا بو سهرم فيلم أفنجرز إنفينيتي وور سبنا مع أكثر النتائج التعيسة والمظلمة الممكنة ثانس نجح في إنه يحقق هدفه بمسح نص الكائنات الحية اللي في الكون وساب اللي باقي من أبطالنا عشان يتعاملوا مع العواقب ودلوقتي هم مشتتين ما بين التمسك بالماضي على أمل إعادة اللي راحوا أو التطلع للمستقبل بإنهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي فلما بتظهر بارقة أمل عشان يعملوا حاجة القرار ما بيبقاش بالسهولة المتوقعة لكل الأطراف المعنية فيا ترى إيه اللي حيحصل في طرق كتيرة ممكن تتعاملوا بيها مع فيلم أفنجرز أند جيم والطريقة اللي بتتعاملوا بيها مع الفيلم هي اللي بتحدد أنتوا منتظرين منه إيه ممكن تتعاملوا معاه على إنه الجزء التاني من فيلم أفنجرز إنفينيتي وار ممكن تتعاملوا معاه على إنه الفصل الحاسم في رحلة استمرت 11 سنة مع الأم سي يو أو ببساطة ممكن تتعاملوا معاه على إنه فيلم مستقل بذاته ولازم يكون عنده قصة وافية من بدايتها لنهايتها ممكن تتوقعوا إنه يحترم المنطقة المظلمة اللي أحداث انفينيتي وور سبتنا فيها أو تطلبوا إنه يفضل وفي لوعود الكوميديا اللي كانت مكون دائم في كل أطباق الأم سي يو أو تتمنوا إنه يرفع سقف التحديات التقنية الملحمية فوق أي فيلم من أفلام الأبطال الخارقين اللي تعملوا قبل كده فيترى إيه هي طريقة التعامل اللي الفيلم ده بيرضيها بالشكل الأمثل طب قبل ما أجاوب على السؤال ده عاوز أعرفكم على مبدأ علمي مشهور جدا اسمه الدلع المتبادل يعني مثلا دي تالت حلقة في ظرف أربع أيام على قناة فيلم جامد مش كده أبقى أنا بدلعكم طيب مش يبقى استحقق أنا كمان أتدلع ببطاع عشر تلاف لايك مثلا على الحلقة دي واشتراك في القناة من اللي مش مشترك وكل ما تدلعوني أكتر باللايك والشار والسبسكرايب أدلعكم أنا كمان بالحلقات يا ابني سمعني حت دلعني تاخد عيني كمان مش كام حلقة بس يعني يلا يا حبيبي ربنا يهديكم ويحنن قلبكم علي كمان وكمان ويلا بينا نجاوب على السؤال بقى أيا كانت الطريقة اللي حتتعاملوا بيها مع الفيلم ده فهو حيرضيها وزيادة لأن ببساطة الفيلم ده فيه كل حاجة كل حاجة ممكن نكون تمنناها موجودة في الفيلم زائت حاجات كتير ما خطرتش على بالنا أصلا كل حاجة كنا خايفين منها موجودة في الفيلم ومقلوبة بحيث تضفل ومش تاخد منه أكثر الأفكار الكوميدية هزلا موجودة في الفيلم ومعاها أعلى طبقات الجدية الدرامية أنا دخلت الفيلم ده وأنا خايف أزهق من زمنه اللي معدت ثلاث ساعات ودلوقتي بسأل نفسي هو إزاي أصلا كل الحاجات دي اتحشرت في أقل من خمس ساعات ده فيلم من ضمن 22 فيلم آه بس في نفس الوقت هو عبارة عن ثلاث أفلام مدموجة فيلم واحد مع إضافة إن المرة دي الإقاع مش مشكلة على الإطلاق أنا عن نفسي شايف إن فيلم إنفينيتي وور كانت عنده مشكلة إقاع بإنه أسرع من اللازم مش إنه مش متزن الفيلم ده بقى فيه كمية مهولة من الأحداث والخطوط وبيتلاعب بميزان الإقاع بتاعها بدرجة مخاطرة مرتفعة جدا أوقات كتير يبطأ وأوقات كتير يصرع ولكن دايما بنجاح ودايما بفاعلية لما إقاع الفيلم كان بيهبط فده كان بيحصل عشان يطالب المشاهد يا إما بدحك من القلب يا إما بتعاطف من القلب كان بيسمح للحظة بإنها تختمر وبيسمح للممثل بإنه يؤدي يمكن يكون بدري شوية إني أقول إن الفيلم ده أفضل فيلم في عالم مارفل السينمائي ولكن مش بدري على الإطلاق إني أقول إنه فيه أفضل تمثيل في عالم مارفل السينمائي الكل أخد وقته حتى اللي ما عندوش وقت طويل على الشاشة ومن المفاجئ الحقيقة إن فيلم منتفخ بالأحداث بالشكل ده يقدر يجذب المشاهد لدرجة إنه يداري على عيوبه وأنا متأكد إن الفيلم فيه عيوب وإنها حتظهر بشكل أوضح وأوضح لما نتفرج عليه أكتر من مرة بس هو ده كل المطلوب من الأفلام التجارية يا جماعة مش مطلوب أبدا إنها تكون مثالية ولكن مطلوب إنها تعود نقاط الضعف اللي عندها بمكافآت كبيرة ودي حاجة نفسي الناس تفهمها عن النقد الحديث الأكثر امتصاصا للأعمال التجارية وده الحراك اللي أحب أعتبر نفسي جزء منه إحنا ما بنخشش الأفلام بنيت إننا نفليها ونطلع منها مشاكل إحنا بننتظر إحساس لو الفيلم حسسني بملل وانزعاج بلاقي نفسي مجبر إني أدور على الأسباب أما لو الفيلم أمتعني وأسعدني ببقى مستعد إني أفوتله أو يمكن كمان ببقى معمي عن بعض أخطائه وده بالضبط اللي عمله Avengers Endgame أصرني وأدهشني وكافئني مقابل أي غلطة عملها يعني على سبيل المثال الفيلم فيه مشكلة في بعض القرارات الخاطئة الملأمة أكتر من اللازم لبعض الشخصيات ولكن دي مش مشكلة كبيرة لأن نتائج القرارات دي عوضت أي إحساس بعدم الارتياح عندي تجاه القرارات نفسها صعب قوي إننا نناقش الفيلم ده بالعدالة الكافية من غير حرك وفي نقطة معينة لازم أسكت نفسي بالعافية بس برضو لازم أشارك معاكم بعض الأمنيات أتمنى إن الناس كلها تضحك زي ما تحكنا وتسقف زي ما سقفنا وتعيط زي معيطنا أو الحقيقة ما أتمناش إن فيه أي حض يعيط يعني ولكن أؤكد لكم إن الغالبية العظمى من الناس اللي كانت معانا في السينما عملت كل الحاجات دي أتمنى إنه يتم تقدير الصراع الدرامي اللي في الفصل الأول بالتحديد خصوصا مع سرعة تقديمه أتمنى إنه يتم ملاحظة التقلبات والالتواءات اللي في الفصل التاني وقد إيه الفيلم صعب الدنيا على نفسه عشان يسهلها علينا أتمنى إن الناس تلاحظ جودة الأداء التمثيلي من الجميع وبالأخص من كريس هيمسورت اللي مش حتكسف من إني أقول إن أداءه كان عبقري أتمنى إن حد يعمل أيمة بأجمد عشرين لحظة في الأم سيو كله ويقول لي إن عشرة منهم على الأقل ما كانوش موجودين في الفيلم ده أتمنى إن الإنجازات الكبيرة في المؤثرات البصرية والتطور الكبير في استخدام بعض التقنيات اللي تقدمت حديثا أصلا ما تهشف وسط كل حاجة بتحصل في الفيلم وأنا آسف لدور العرض المصرية ولكن أتمنى إن الناس تشوف الفيلم ده في سينما مش في الملاهي اللي فيها كراسب تتنطط وكلاب بتيجي تعدكم من ودنكم ده فيلم عاطفي في المقام الأول فأنتو محتاجين تركزوا وتستلزوا أتمنى إن متابعي فيلم جامد يفتكروا قد إيه أنا صعبت الدنيا على الفيلم ده عشان يقابل توقعاتي وأحب أعترف إنه الحقيقة تفوق على كل توقعاتي وفي النهاية أتمنى إن كل الناس تفتكر إن ده مجرد فيلم مهما كان رائع ومهما كان مردي فهو مش فوق مستوى النقد تقييمي لفيلم أفينجرز أند جيم هو تسعة ونص من عشرة وأه ده تقريبا نفس التقييم للديتو الإيج أوف ألترون وأه بسبب نقاط كتير مشتركة ما بينهم وبرضو بسبب نقاط كتير مختلفة تماما ضروري إن شاء الله حيبقى فيه حلقة لمناقشة الفيلم مع حرية الحرق وبدون سكريبت في اليومين الجايين ولو عاوزين كمان ممكن بعدها نتقابل لايف على فيسبوك ونتناقش أكتر وأتمنى إن الناس في الكومنس يشاركوا برأيهم زي ما هم عاوزين ولكن يحطوا تحذير بالحرق لو مضطرين يحرقوا في الأحداث مش عاوزين نبوز الفيلم على حد مناقشة الحلقة شايفين مستقبل الأم سيو من بعد أفنجرز أند جيم عامل إزاي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وباي باي اشتركوا في القناة